أغلى السيارات الكلاسيكية عندما نتكلم عن سيارات باهزة الثمن معظمنا يظن أنها ستكون بنتلي أو رولز رويس الجديدة لكن أغلى السيارات في العالم قد يصل عمرها إلى أكثر من 50 سنة تعرفوا معنا على عشرة من أغلى السيارات الكلاسيكية لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناة سترايف وتفعيل الجرس من أجل كل جديد إنها واحدة فقط من ثلاثة سيارات تم ميناؤها وهي قطعة مهمة من تاريخ جاكوار الرياضي فهندسة جاكوار الثورية المعتمدة في هذه السيارة مكنتها من حصد الانتصارات في سباق لمع وأرعبت الفرق الأخرى المنافسة وقد بيعت هذه السيارة بمبلغ ثلاثة عشر فاصل اثنين مليون دولار في مزاد آر ام سوثبيز مونتري تسعة شيلبي كوبرا مائتين وستين الف وتسعمائة واثنين وستين بلغت قيمتها ثلاثة عشر فاصل خمسة وسبعين مليون دولار بعد أن اعتزل كارول شيلبي السباقات قرر بناء سيارة سباق خاص به فكانت هذه الشيلبي أول كوبرا يبنيها أي أنها السيارة التي أطلقت أسطورة كارول شيلبي والكوبرا الأمريكية وضع بداخلها محرك من ثماني أسطوانات بقدرة مائتي وستين حصاناً يمنحها تسارعاً من صفر إلى مئة خلال أربعة فاصل خمس ثواني رقم مبهر حتى يومنا هذا ثمانية بورشا تسعمائة وسبعة عشر نسخة كي ألف وتسعمائة وسبعين أربعة عشر فاصل ثمانية مليون دولار تعتبر التسعمائة وسبعة عشر أكثر سيارة سباق تنافسية أنتجتها بورشا لكن هذه السيارة بالذات لديها قصتها الخاصة فقد بدأت مسيرتها كسيارة تجارباً لسباق لومان الشهير ومن ثم انتقلت إلى سائق بورش جو سيفورت الذي أعارها لستيف مكوين لإنتاج فيلم لومان وبالنسبة لجو سيفورت فقد كانت هذه السيارة مهمة لدرجة أن عند وفاته كانت هذه الفورشا على رأس موكب الجنازة بعد تألقها بمعرض الرياض للسيارات قدر الخبراء ثمن هذه السيارة بين خمسة عشر وثلاثين مليون دولار وما يجعلها أكثر قيمة هو حيازها على لقب أفضل سيارة في العرض لعدة مرات ومنحها الحكام مئة نقطة كاملة ستة ألفا روميو الثمانية سي الفين وتسعمائة بي لانجو سبايدر الف وتسعمائة وتسعة وثلاثين يبلغ سعرها تسعة عشر فاصل ثمانية مليون دولار في أواخر الثلاثينيات كانت الألفا ثمانية سي الفين وتسعمائة بي أكثر السيارات الرياضية تطورا التي يمكن شراؤها وقد تم إنتاج اثنين وتلاثين سيارة من هذا الشاسي ولكن هذه السيارة بالذات اختفت عام ألف وتسعمائة وخمسين وظهرت مجددا عام ألف وتسعمائة واثنين وتسعين في إيطاليا من دون محرك وقد تم إعادة جمعها بالكامل عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين خمسة دوزنبرغ اس اس جي ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين يبلغ سعرها اثنين وعشرين مليون دولار إنها أغلى سيارة أمريكية بيعت في المزاد يوما سيارة صنعة منها اثنتان فقط وبمحرك من أربعمائة حصان عام ألف وتسعمائة وخمسة وثلاثين وكانت من أسرع سيارات عصرها أما هذه السيارة بذات فقد بعتها الشركة لأحد مشاهير هوليوود جاري كوبر بسعر التكلفة بهدف الدعاية أربعة أستن مارتن دي بي آر وان ألف وتسعمائة وستة وخمسين اثنين وعشرين فاصل خمسة وخمسين مليون دولار وهي أغلى سيارة بريطانية قد تكون أهم ما أستن مارتن أنتجتها يوما فعاد عن الانتصارات التي حققتها هذه السيارة في عالم السباقات لدينا أيضا لائحة من أساطير سائق السباق التي قادوا هذه السيارة ككارول شلبي وجاك بارابهام وسير ستيرلي موس ثلاثة مرسيدس بانس دبليو مائة وستة وتعين ألف وتسعمائة وأربعة وخمسين تسعة وعشرين فاصل ستة مليون دولار إلا السيارة التي قادها الأسطورة خوان مانويل فانجيو وحقق فيها لقب بطولة العالم للفورميلا في عامي 1954 و1955 السيارة كانت فريدة من نوعها وتضمنت تكنولوجيا ثورية في عالم الفورميلا اثنين فراري ثلاثمائة وخمسة وثلاثين اس الف وتسعمائة وسبعة وخمسين تبلغ قيمتها خمسة وثلاثين فاصل ستة مليون دولار إنها واحدة من أساطير فراري على هذه اللائحة وكما هو الحال مع أغلب السيارات الموجودة هنا فتاريخها حافل بالانتصارات والسباقات فراري ثلاثمائة وخمسة وثلاثين اس بنيت عام 1957 وشاركت في سباقات شهيرة مثل ميلا ميليا وسباقات أخرى أما بالنسبة لإدائها فهي مزودة بمحرك من 12 أسطوان بقوة أربعمائة حصان وسرعة قصوى تبلغ ثلاثمائة كيلومتر بالساعة واحد فراري مائتي وخمسين جي تي او ألف وتسعمائة واثنين وستين ثمانية وأربعين فاصل أربعة مليون دولار وأخيرا السيارة الأغلى بين الجميع فسعرها البالغ ثمانية وأربعين فاصل أربعة مليون دولار سيبقيها لفترة طويلة أغلى سيارة بيعت في مزاد عالمي وبفارق كبير أيضا ولهذه السيارة بالذات تاريخ حافل بالصباقات والإنجازات فهي شاركت فيما لا يقل عن عشرين صباق من دون تسجيل أي حادث وما زالت تحتوي على قطعها الأصلية وإن كان ممكن تخطي هذا المبلغ مستقبليا فعلى الأرجح سيكون من قبل مائتي وخمسين جي تي او أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة